تحية للجميع إذن موضوعنا هذه الأمسية يتعلق بالتصريحات التي أدل بها وزير الاتصال محمد العقاب في الجزائر وكان فيه مجموعة من المضارع ومجموعة من الصحفيين حاضرين معه. هذه التصريحات استغربها البعض استحسنها البعض وكي الناس اللي هم تبنوها رغم أنهم المعنيين بتصريحات محمد العقاب كي الناس اللي يتساءلوا لماذا في هذا الوقت بالذات جاءت هذه التصريحات لا سيما هو أن هذا الفلتان الإعلامي ليس وليد اليوم وإنما عنده سنوات وسنتطرق البعض الذي جرى على القنوات الفضائية وعلى الصحف وعلى مواقع التواصل على جلبه نأكدوكم باللي المسألة ليست وليدت اليوم. جاءت هذه التصريحات وإنه فيه شوشرة فيه لغط إعلامي فيه حرب كلامية بوليميك كبيرة موجودة في قنوات فضائية وموجودة في مواقع التواصل حول إقالة أو بقاء جمل بالماضي هل ترى محاولة الإطاحة بجمل بالماضي هي وليدة اليوم؟ لماذا جاء بجمل بالماضي؟ هل ترى تم استعماله؟ هل ترى كل فلو ناس؟ جمل بالماضي ما هو لا يوكل فيها ولا رأى هو يشرف فيها لا صاحبي ولا إنسيبي ولا قريث معاه ولا من سني ونتكلمه من أجل مصلحات البلاد والله على ما أقوله شهيد هذا مكان هذا محمد العقاب تكلم بصدق وتكلم بجرح الجزائريين والجزائريات تكلم بلسان أمال وآلام الجزائريين والجزائريات في هذا الوقت هو من اللي خلقوا هذا الوضع مثل ما قلت لكم ورانا جبنا لكم الأدلة بالصوتي والصورة لتثبت الكلام تعنا قال هاي التسجيلات انتع مركز غرمول وإلى غير ذلك راكم تعرفوا التفاصيل هما على بالهم راهم يسمعوا في المكالمات يتجسوا على تبون يتجسوا على شنقريحا يتجسوا على العقاب يتجسوا عليهم كامل كامل على بالهم بهم واش راهم يديرو باش نفكركم باركلي أنه للأسف الشديد هو أنه ذاكرة كثير من الجزائريين ثم ثم تنسى ربما كي الناس اللي يرهم هما يقول لك وزير الاتصال هذا سمع معنة بللي من الحكومة ما رهم الوقت تبون يعني تبون عنده قريب خمس سنين دونك محمد العقاب هذا راهم عنده خمس سنين محمد العقاب ما عنده خمس سنين هو في وزارة الاتصال عنده عدة أشهر وقبل ما يكون محمد العقاب كان وزير الاتصال تمت إقالته أذكركم أذكركم بالتسريبات هذا الناس اللي يرامي تكلموا الآن على الوضع هذا اللي يراه الآن خلقوه أتذكرون هذا كبن الحساني تذكروا تسجيلات اللي يسربوها على وزير الاتصال الأسبق ما اسمه يا ربي كان في الحكومة هذا نتاع أيمن بن عبد الرحمن اسمه بوسليماني مشي بوسليماني هذك اللي يذبه تذكروا الإخوة والأخوات آيوة برك الله وفيك للأخ عبد الرعاو فيا راهم كي الناس راهم يتبعوا فيناهم على بالهم بالموضع أوكي تذكروا هذا بوسليماني شكون انت اللي يجيب الرقم نتاعه وزير الاتصال هما كلهم على جالبه شبينوا باللي ما لازمكم تتحركوا بجهاز المخابرات كل شي داروا ميلو في ابتزاز لهذا وزير الاتصال السابق شبطوه لما جاب هذك هذك يعقوب بالحساني وتكلم معاه وعنده هواتف انتاع الناس في الرئاسة وكان يهدد يهدد فيه رئيس الجمهورية ويهدد فيه قائد الأركان ويهدد فيه وزراء ويهدد فيه جينيرات ويهدد في كذا بماذا؟ بالتسريبات بماذا؟ بالتسجيلات بماذا؟ بملفات الابتزاز إذن هذا الوزير أطاعوا به بل تصريحات هذا الناس اللي الآن رهم يتكلموا وكأنه هذا شيء جديد بحيث هو أنه هذا الفلتان الإعلامي راهو قاد يخلق أزمة سياسية ويخلق أزمة دبلوماسية شفيتوا على الخبر اللي كانوا يديروا به ويقولوا باللي راه الجزائر طاردت السفير منتع الإمارات لأنه راهو كين الموساد ولأنه راهو كين كذا وكين ونروح لكم أبعد من ذلك ونبين لكم بهذا الفلتان الإعلامي ما وش وليدة اليوم بالأدلة تشواءوا على الناس اللي كانوا يعذبوا فيهم ويجيبوا فيهم في القناة الوحيدة صباحا مساء هما الإرهاب 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 تشواءوا على أنيصر رحماني وين راهو أنيصر رحماني ونزيدكم أبعد من ذلك تشواءوا على وقت القيد صالح خلال الحرك خلال الحرك هما عن طريق قناة الشروق بالتصريحات اللي هي تكلمت على رب تزايا هذا جنيرال توفيق ولا راني نجيب في الشعر من رأسي جنيرال توفيق السعيد بوتفليقة علي حدد حتى من تبون تكلموا عليه شكون اللي خرج التسجيل قيد صالح وهو في اجتماع مع قادة النواهي العسكرية شكون أليس هذا الإربيد هذا المرتزق شكون اللي خرج التسجيل عبد المالك سلالة رئيس الحكومة هو يتكلم معه علي حدا أليس هذا العربيد والمرتزق وبالتالي هذ الناس اللي رأهم هما يتكلموا على هذا الفلاتان الإعلامي واللي رأح الناس شوف فيه شكون اللي كان يتكلم في هذه القنوات أتذكرون ماذا حدث أيام أم درمان شفو عليها ونماذا شفوش عليها أرانا قلنا لكم ونعودوا نكروا والله العظيم لو كان جات المسألة تتعلق بكرة القدم بجمال بالماضي هذا قال أودي راهو أخفق في كرة القدم الله غالب راهو جابهو وقال كوب دافريك ولا ذيك وقال أخفقوا ذيك وراها كين وسمو فيه تداول والله العظيم غير عادي جدا ويجي بولك مدرب قال أحسن من جمال بالماضي وكذا والله العظيم غير بالفرح والسرور ما عندي حتى مشكل أنا شخصيا لا مع جمال بالماضي ولا مع الوزارة ولا مع الرئاسة ولا مع قية الأركان ولا مع جهز المخابرة كيف ما يقولون يقتلون الناس ويذهبوا في الجنازة متاعهم فالمسألة لا علاقة لها بكرة القدم المسألة لا علاقة لها بالإعلام هذو ناس رهم يشتغلوا ومش من المستبعد هو أنه محمد العقاب في حد ذاته يكون سهم من السهم الدهم يعني مش من المستبعد نعم الكلام اللي قاله محمد العقاب في هذا الموضوع المتعلق بالذي جار على القنوات الفضائية وعلى الصحف وعلى مواقع التواصل شيء ما يشرفش الجزائر ما يشرفش الثقافة الجزائرية يا صاحبي رهم كيني الناس على قنوات فضائية والله العظيم غير تحسبهم مكلوشارات أراكم تأخذون في حرب نفسية ضد شعب ليس ضد قال هذا جمل بالماضي قبل لك وبدافريك تكلم على التسريبات وتكلم على ناس بعينهم بمعنى واش بمعنى بعثولوا الملفة تحتهم قال يلا كلها من أجل تحضير هذا الشيء اللي رهم رحين هم يديرون هذا المحاولة لانتها جمل بالماضي لها علاقة لك وبدافريك يخيرا نجب لكم التسجيل وأنه وزير شباب والرياضة هو يتكلم في هذا الموضوع بانيش أنا هو يقول باللي اعطاوله أمر على جلبه هو يقيل جمال بالماضي ويقيل زد شي ترجمة نانسي قنقر